انفراجة بغداد بفتح أبوابها للمؤتمرات العربية والأقليمية والعالمية منحها بطاقة خضراء في بناء جسر الثقة مع المنطقة والعالم سيما في تكريس سياسة الانفتاح بعد أن انشغل العراق في حربه على الإرهاب والصراعات الأمنية الدعم العربي لتعزيز استقرار العراق وسيادته عنوان المؤتمر الرابع والثلاثين للاتحاد البرلماني العربي الذي تستضيفه بغداد بعد مضي 40 عاما على استضافة المؤتمر رئيس اتحاد البرلماني العربي رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي في تأكيده على وحدة الصف العربي عزز أهمية توحيد جهود البيت العربي لمواجهة التحديات داعيا إلى تبني جميع المستويات البرلمانية والحكومية قرارا نهائيا بعودة سوريا إلى محيطها العربي وإلى ممارسة دورها العربي والإقليمي والدولي بشكل فاعل والعمل الجاد لاستقرارها وعلى شراكة المبدأ الثابت بين الدول العربية حرص العراق على أن يؤكد في المؤتمر على دعم القضية الفلسطينية الثابت وإنهاء الاحتلال وإقامة دولة مستقلة عاصمتها القدس الشريف يؤكد العراق نبذه لأشكال التطرف والتعصب المؤدي إلى العنف داعيا للسلم والتعايش المجتمعي ولأن معضلة العراق تشترك فيها بلدان عربية عدة عنوانها ملف الأمن المائي فإنه شدد على مبدأ حماية الحصص المائية من الأنهار خطوط المشتركة تجمع العراق بدول عربية على مبدأ الارتقاء بالوضع الاقتصادي والتجاري والاستثماري تسعى لها المجالس النيابية بتشريعات لازمة وبالمصادقة على اتفاقيات متعلقة بتعزيز سبل التبادل التجاري بدعوة صريحة وواضحة وجادة يقدمها العراق من فلص استثمار حقيقية في مجالات عدة كلمة العراق كانت شاملة لكل قضايا وقضايا المنطقة سيم التركيز على دعم سوريا ومساعدتها في عمليات الإغاثة جراء الزلزال المدمر رئاسات البرلمانات العربية المشاركة أكدت وحدة واستقرار العراق والسعي إلى توحيد الصف بالشراكة على الثوابت وتعزيز التنمية وتبادل الفرص الاستثمارية بما يمهد من بوابة المؤتمر لطريق أكثر وضوحا يجمع العراق بالدول الشقيقة في وجه جميع التحديات